حياكم الله أحباتي الكرام ومحبابكم في فيديو جديد كما تعرفوا الآن نعيش في فصل الشتاء ومقبلون على فصل الرابع وضروري النباتات والأشجار تلقع في فصل الرابع والآن جاء دور تقليم أو زب الشجرة الزيتون كما تشوفوا لي عنده شيء زيتون الآن في هذا الفصل هذا ضروري يهز المقاط الزباراء أو شيء منشار يكون حاد وماضي مزيان لكي لا تعدى شيء على الزيتون 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 الزباراء ضروري يخصم التقليم والزباراء حيث الشيء الذي يكون عنده في القلة يكون غير المرض كما تشوفوا هذا يكون غير المرض ضروري يجب أن الزيتون تهوى وتنفس من الأجنب ومن الواسط ضروري الواسط يكون متهوي وفيه النفس لكي تشمش منك تدور في السماء وتدور على جميع التجاهات يعني تدخل الشمش للواسط الزيتوناء أو اللقماء أو البرية أم لقماء المهم الزيتوناء بحياة هذه و تدخل التهوية الغرض كامل تدخل الشمش للواسط الزيتوناء لكي نتوك النباتات أو فضيليات يعني تموت بالشمش هذا ضروري يخص الشمس بدخل للواسط والعمق لالزيتوناء صفاء عام لكي ترجو الغلاء مزيداً وفي المستوى حيث ما نزوله من الزيتون غير المرض هذا الشيء كامل الذي يكون في القع أو القلة غير المرض المرض يأتي للقلة و يبدأ منها قليلا حتى يقتله ضروري الأغصان الذي يكون في القع و في القلة الزيتون نقطعهم بحال هذه لقم لتطلع كما ترونه هون الزيتون هذا باكي تخل الشمس لتأتي النباتات كما ترونه معنا التصحبنا و ليس معنا يحتوي لقم الزيتون هذه في القع حتى هي قصة تزول يعني بيشتك الجهد و القوة كاملة تطلع في الزيتون ما تبقاش غير في القلة كما كتشوفوه أنا كنحي دابا ما نخليش حتى شي الشطبة يكون جديدة أو قديمة حيث المرض كيبدأها من قاعه يطالع كما كتشوفو هدي دابا ملقمه هتشير يزولناه كامل حتى هو ما غاديش يضع نجمعه كامل و نعمله في القتاء و نسده بالتكة و نهزوه على كتفناء و نعبيوه للدار باش ننطيوه للغلمة يعني جميع المشيه اللي كتكون في الدار نطيوه هذيك الزيتون حتى يكون حلو و وعر لقيت طاوة معانا دابا سنينناه من الحارث و نشوفو داك شي اللي وجدناه و لقمناه و نلضبناه حي دابا الزيتون عاوتان يخدمنا عليه باش يجي داك الغلة مزيانة و تعالجته و كن في فصل الرابع يعني ملقاح و الأشجار تحتية نفس العملية و نفس الطريقة هذا بص اللي كتشوفوه هذي احتية لقمناها أو التلقيم أو الزفر يعني بزافة المصطلاحات إذا أعجبكم فيديو ما تنسوا شيء إعجابوا إلى فيديو آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة